المترجم للقناة 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 فاكتبولي انتم ايش تمام الان بقلكم اذا وصلتوا الى هنا لا تنسوش ابدا انكم تطلعوا من الفيديو وتضغطوا على اللايك وتشتركوا بالقناة تفعلوا قرس الاشعارات عشان اول ما نزل الفيديو يوصلكم الاشعار اني نزلت فيديو تمام طبعا بقلكم حاجة هذه السلطة تنفع في التقديمات يعني اذا ضيوف اقولك وانتي عاملة كده بوفي قدر روعة وكمان تنفع كعشاء اذا بتعملي مثلا بيتزا وقم بيدي السلطة او سندوتشات وقم بيدي السلطة او ممكن لوحدة يعني مشبعة ولذيذة تاكلوا ما تتملوش مني ولا تشبعوا مني وبتعمليها اكتر من مرة لاني لذيذة وهنا شفوه واني عملتها ببطاطس بالدريتوز قصدي الازرق كمان لذيذة واللي انتم متوفر معاكم حطوه طبعا هنا اني رحتت حسين توب اب وشفتلكم يا بنات قدر المندي قلولي قدر المندي هل حلو احد قربه او لا انا شفوه ممكن عادي محتارة اني ااخده او لا فاني مرة تقول ممكن اعمله بالشعلة على النار غير الفرن بس والله ما عدخدتوش قلت اول اسألكم اذا حد معاه واستخدمه او يعني عادي يعني ناخد اي قدر عادي وندخله الفرن ومخلصنا وهنا شفوه لاقيت هدي الزقديات او المطايب الحبة بريال بريال وحاجة كده عقبتني والله فاخدت واتحذر واش ااخدت من شكل بس والله بالعافية ليوليكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايكو كومنتس حلو منكم